تمكن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن من اتلافي وتفجير أكثر من 1400 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات بنيش الحوثي في باب المندب بالساحل الغربي وقال مساعد مدير عام المشروع قاسم الدوسري إن عملية الاتلاف التي نفذها الفريق الثلاثين الخاص بجمع واتلاف القذائف تعد العملية السابع والأربعين لمشروع مسام في الساحل الغربي والتاسع والتسعين لمشروع مسام في اليمن